وفقرة ترند الأهلي وهنشوف اللي اتكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا لأن كلام فيه كلام كتير قوي بخصوص الأهلي خلال الفترة الحالية في استعداد الموسم الجديد أول حاجة معنا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا أن الأهلي بيشكر اللجنة الخماسية بعد تعديل مواعيد القيد وجه النادي الأهلي للشكر إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة الأستاذ عمر الجناني بعد تعديل مواعيد القيد المحلي ومرعاة الظروف الاستثنائية للأندية بعد المشاركة في البطولات الإفريقية والتأجيل والإرجاء اللي حصل في الموعيد خلال الفترة الأخيرة وده دور مهم جداً لاتحاد القرى حرصاً على مصالح الأندية المصرية وكنا تكلمنا وشرحنا الجزاية دي على مدار إسبوعه كامل والحمد لله لما بنفتح عضية وبنفتح ملف بنبع عندنا الأسانيد اللي نتكلم فيها لصالح الأهلي ولصالح كل الأندية أيضاً كمان من الصفحة الرسمية لليوم السابع على فيسبوك كتبوا أن اتحاد القرى بيطلب حضور عشر ألاف مشجع في نهائي دوري أبطال إفريقيا طيب أنا هتكلم عن الخبر ده لكن هربطه بالخبر اللي بعديه لأن المصري اليوم الرياضي أيضاً كمان عبر حصابها الرسمي على تويتر نشره أن اتحاد القرى بيطلب حضور هنا بقى عشرين ألف مشجع للنهائي الإفريقي طيب أنا عامل نقطة من أول السطر على الخبرين أياً كان عشر ألاف مشجع أو عشرين ألف مشجع إحنا قلنا في النهاية مبارح أن فيه جراءات معينة لازم تتم في هذا الشأن بتقدم خطة أولاً إجراءات احترازية عشان موضوع فيروس كورونا وحضور الجمهور عيب أزاي والخطة الثانية ليه علاقة بالخطة التنظيمية والأمنية لدخول الجمهور ده بيبقى هنا شأن داخلي ما بين السلطات المصرية إذا تم الاتفاق على هذا الأمر بترفع الأمر برمته للاتحاد الإفريقي وهنا الكاف بياخد القرار النهائي ودينا أمثلة على التصفيات الإفريقية اللي هتبدأ من النهاردة في دول قدمت خطة بهذا الأمر وتوافق لها وفي دول أيضاً ما توافق لهاش هي في النهاية في خطة معينة أنت بتقدمها والقرار النهائي للاتحاد الإفريقي أي أن كان بقى العدد 10-20 أنت في النهاية السلطات هنا هي اللي بتحدد العدد وحسب الخطة اللي بتتقدم الكاف بيكون لي القرار النهائي طيب كمان معنا من خلال السوشيال ميديا صفحة في الجول طبعاً هنا الحساب الرسمي لها لإنستجرام نشروا أرقام للأهل والزمالك في نهاية دوري أبطال إفريقي الأهل وصل للفاينال 12 مرة بينما وصل الزمالك 7 مرات فقط الأهل فاز 8 مباريات الزمالك فاز 5 مباريات الأهل خسر في 4 مواجهات الزمالك خسر في مواجهتين الأهل يعني براقلات الجزاء ما حسمش أي بطولة لكن الزمالك حسم البطولة 3 مرات براقلات الجزاء الأهل سجل 30 هدف بينما سجل الزمالك 11 هدف استقبل الأهل 18 هدف والزمالك استقبل 11 هدف في النهاية مجموعة أرقام ممكن تدينا مجلول ومؤشر على من الأكثر خبرة بالنهايات ودوري أبطال إفريقيا طيب الحساب الرسمي ليلة قورة على الإنستجرام نشروا أن في مقترح من اتحاد القورة لبدء الدوري الجديد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر هي بعد ما تخلص مباريات كأس مصر تقدر تحدد اليوم والتاريخ والزمن اللي تبدأ به بطولة الدوري الجديد لأن في النهاية أنت هنا ما تقدرش تدي توقيت معين لمباراة الدوري أو الموسم الجديد إلا لما تحدد مباراتين المتبقياتين في دوري الثمانية للأهل والزمالك مباريات السيمي فاينال وموعد نهائي كأس مصر عموما بعد نهاية دورة أبطال إفريقيا في أمور كتيرة جدا في المسابقات المحلية تتضح خلال الساعات اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا لسه كلام أيضا كبير عن تريند الأهلي والسوشيال ميديا كتبت يعني الأهلي خلال الساعات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر